اضربات الجوية التي تقودها السعودية دمرت معظم السواريخ الباليستية التي استهل عليها الحوثيون من الجيش اليمني هذا معلنه العميد احمد وسيري المتحدث باسم التحالف العربي الذي يشن منذ اربعة ايام عملية اصفة الحزم العسكرية لوقف تقدم الحوثيين في صنعاء سياسيا خيمت الازمة اليمني على اعمال القمة العربية المنعقدة السبت في منتجع شرم الشيخ المصري حيث دعى رئيس اليمني عبدربو منصر هادي لاستمرار التدخل العسكري حتى يعلن الحوثيون استسلامهم لكن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صلاح طلب القدر العربي وقف الضربات لحل المشكلات تلميا لن تحل بالضربات ولا تزيدها الا مأسا ولا تزيدها الا جرحا فوق الجرح اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اتكلم معكم واحملكم كامل المسؤولية اراقة اي قطرة دم بعد اليوم هذا واجرت البحرية والسعودية انسى عصرات دبلوماسينة من اليمن وصحبة الامم المتحدة الموظفين دوليين بعد ليلة ثالثة من الضربات الجوية التي تقودها رياض في اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة